شرقاوي يعني المشهد حفظه برضو في مشهد ده المشهد ده مهم جدا لازم ننقشه بتفاصيله النهاردة ونتائجه كمان ونشوف ردود افعاله بالتأكيد انت النهاردة بتتكلم على مشهد هل ممكن نشوف الاعلام مصلت الضوء على هذا المشهد الايجابي بدل ما نصلت ضوء على مشاهد سلبية ملاش اي قيمة هو امكن انت قلت سؤال في منتهى الاهمية دايما فيه تربص من بعض الاعلاميين وتربص من بعض الصفحات او الولاد اللي هم على الفيسبوك باي حاجة سلبية اي تصرف سلبي يصدر من اي حد في نازل زمالك او المصرشان مصدر منصور مثلا انفعل علشان خاطر بيدفع النازل زمالك في حاجة معينة بيتلاقي الدنيا هيجة وتلاقي الدنيا او الضوء كلها مصلطة على هذا الامر انا ما حسدش بتسليط الضوء من البرامج لغاية دلوقتي لغاية ما ندخلك او الخالص مش بالشكل اللي هو المفيش يعني استاذ الاعلام استاذنا استاذ الاعلام دكتور سامي قالك لا بد ان احنا نسلط الضوء على هذه اللقطة ما هو اعلاميا المفروض فعلا ان الله تتصدر تتصدر البرامج الرياضية النهاردة يعني المفروض كل مزيع او كل مقدم برنامج او كل اعلامي ده لو عزين يعلق اللي هو يعلق على اللي حصل لا وغير التهدئة يعني سيدي مش لازم تهدي ولكن هي اعلاميا لما رئيس نادي الزمالك يتوجه ليه ان هو يرحب به وفد مجلس ادارة النادي الهلال اللي متواجدين في الصلاة المغطاة بنادي الزمالك اعتقد ان ده خبر وخبر مهم يهم شريحة يشهم الناس كلها والصورة في حد ذاتها وانا اعتقد مخصص لهم كمان مكان يعني يعني مخصص لوافد نادي الاهل مكان خاص لمشاهدة المباراة بعيدا عن اي حد تاني هي دي المقصورة اي من فاهم هم الجنب ده للأهل وغدين مكان معين يعني برضو عشان ما حدش ليهم او هما اصلا يعني موجودين زي ما انت قلت يا كابتن من ساعة ما دخلوا نادي الزمالك لغاية مخرجه وكل منتهى الارحية ومنتهى الترحب بالناس دي زي ما قلت لك كهوة المستشار المنطقة رجل يعني ايه يعني ايه بالبلد كده بيعرف الاصول بيعرف دول ضيوفه بغض النظر عن اي شيء اخر وبعدين هو رايح برضو من منطلق قوة يعني مفيش حد جبره محدش ضغط عليه مش خايف من حاجة ما بيسعش لحاجة علشان تيجي مثلا حد يفسر الامر بشكل مغرد او شكل خاطئ هو رايح من منطلق ان هو بيعرف الاصول فرايح بيسلم على ضيوفه وضيوف نادي الزمال وطبعا زمان انا قلت كده كابتن كنت اعتمنى ان بفيه اهتمام اعلامي من القصة ديت لان فعلا موضوع مهم جدا اعلاميا طبعا انا عايزين نشوف تعليقات بقى الاسدز الاعلاميين اللي دائما بيطلعوا ينظروا في اي حاجة والاستاذ الاعلامي اللي كان يقولك هستاذا مش داخل دماغي موضوع زكريا الوردي ولما فسك تعقده مع نادي الزمالك بالطراضي ورد كل الفلوس اللي اخدها من نادي الزمالك وطلع الاستاذ الاعلامي الكبير يقولك هستاذا من الموضوع ده مش داخل دماغي طب احنا عايزين نشوف تعليقات حضرتك على المشهد دو يعني ده خبر مهم فعلا المفهود ان احنا نستمع لرأي حضرتك وفي انتظار رأي حضرتك لا هو في اعتقادي كمان انا شفت الاصالات على فكرة على موبايل المشهد المتدعب وموبايل المشهد شريف حسين شفت كل الاصالات اللي دفع بيها او رد الوردي فلوسه ممكن تبقى في الطريق لنا ان شاء الله بازلانا عرضها على الشاشة لانها مهمة جدا علشان الناس اللي كانت بتشكك ان الراجل ده ان ده مثلا فيلم او تمثيلية او حاجة لا ده هو كمان عايز اقولك ان المستشار المفهودة كان عنده ارتباط واجتماع مهم اثناء المباراة يعني قبل المباراة هو ما حضرش المباراة ولكن اخر زهابه للااجتماع دوت علشان يروح يرحب به الوفد ادارة النادي الاهلي ما استغرقش المشهد ده يعني ديئة رحب بالناس وحتى هو ما شافش المباراة في الصلاة لان كان عنده اجتماع مهم خاص في النادي اشتركوا في القناة